أرعي ارعي 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 ارع قادر على المنافسة كالعادة على البطولة فريق عنده سمة الكبار عنده زخم لاعبين جيدين جدا تعقد مع لعيب مميز قوي هنشوفه السيزن الحالي من الأردن ونادر لما لعيب من الأردن يروح الدورة تونسي محمد شرارة جناح وبلايميكر مميز جدا مع عودة حمدو الهوني كمان لحالته الجيدة اللي ما كانش بيقدي عليها الموسم الماضي مع وجود محمد علي بالرمضان فرقة التراجة طبعا تبقى خير مهم جدا فرقة شباب بلوزداد فرقة هي دي بقى المنافس القوي جدا للزمالك عاملين تدعمات بشكل جيد عندهم بعض اللي بقى جيدين زي كريم عريبي كمان واخدين إوالة إعارة من التراجة متقلق معهم بشدة الفترة الحالية متصدرين رغمهم لعبين عدد مبارات أهل الدوري الجزائري تاني حزاري من شباب بلوزداد يعني شباب بلوزداد أخطر على الزمالك من التراجة ما هو التراج يبقى منافس لو حد أخذ البطاقة طبيعي للزمالك ياخد البطاقة الثانية فهو خطر على الاثنين شباب بلوزداد خطر على الزمالك وده حصل مع زمالك المسلمين المسلمين يمكن يخطف بطاقة من الاثنين المضمونين المفروض يختفهم الزمالك يختفهم التراج في حزاري من مباريات شباب بلوزداد ذهبا بالنسبة للمريخ بالنسبة للمريخ المريخ ليس في أفضل حالاتهم بيقولوا أنهم هيدعموا أجيبه صفقات في يناير قبل ما يخشوا معترق دوري أبطال أفريقيا لكن يبقى حتى هذه اللحظة هو أضعف حلقات المجموعة وده اللي شوي يخلى مجموعة الزمالك بقرارة المريخ بالهلال بعيدة جدا المريخ في المركز الخامس بعيد حتى ما عندوش الزخم اللي موجودة عند الهلال ولا التعاقدات اللي موجودة عند الهلال فأعتقد أنه المريخ هيبقى بعيد في المجموعة لكن حزاري بالنسبة للزمالك من الشباب والزداد لأسباب كتير كثير عظيم